ما زال العديد من الناس يقاوم فكرة الصليب والعديد أو الكثير من الناس لا تستسيغ أن يسوع المسيح ابن الله أن يعلق على الصليب فيحاولوا كأنه عم بينقزوا الموقف أو في بعض الأحيان يحاول أن يوبخون على فكرة أنه لماذا نؤمن بصلب المسيح وهذا أحبائي ليس جديدا فاليونانيون سخروا واستهزأوا من هذه الفكرة في آية 22 كورونتس الأولى لصحاح الأول مكتوب لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة فالكتاب المقدس لا يحاول أن يعالج الموضوع بشكل منطقي ولكن بكل بساطة أنه حتى الفلسفة اليونانية التي تعتمد على الآلهة اليونانية لا يصدقون أن إله يمكن أن يتجسد وأن يصلب لأن الآلهة عندهم مشاكلهم على جبل أوليمبوس أو أفكارهم أو حياتهم إلى آخره فبالنسبة لليوناني هذا الموضوع جهالة بالنسبة لليهود وما زالوا يطلبون آية فيقول يعني لليونانيين جهالة لليهود آية يسألون آية فنكرز بالمسيح لليهود عثرة لأن هذا الشيء يعثر اليهود ومن ناحية أخرى نكرز بالمسيح لغير اليهود لأنه لا يفهم فكرة الصليب ويعتبر جهالة ولكن الكتاب المقدس يقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وفي الإصحاح الثاني أحبائي مكتوب التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد فإذن أحبائي الموضوع كان حكمي وكان سر ولكن أعلن من خلال مجيء الرب يسوع المسيح وطبعا من البداية حتى لما جاء الملاك وبشر المطوبة القديسة مريم العذراء قال يدعى اسمه يسوع من كلمة يشوع في اللغة العبرية أي يهوى يخلص أي يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم واحدة من الآيات الأولى التي تتكلم عن هذا الموضوع ونرى جمال وقوة هذا الموضوع هي نبوة شخص كان يتردد على الهيكل واسمه سمعان الشيخ وقال للمطوبة مريم هإن هذا الطفل يسوع يعني كان بعده بيبي في اليوم الثامن أو يعني هإن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم يعني لما أجو يقدمه يسوع المسيح في الهيكل هذه كانت النبوة راح تكون علامة تقاوم بعدين حكى عبارة كتير كتير مهمة لمريم وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف واحد من أجمل التعبير اللي بروح على كنيسة القيامة في القدس اليوم لما بتدخل من الباب الرئيسي أمامك في ما يسمى الكفن المقدس وعلى إيدك اليمين في درجات سلم بيطلع لفوق المنطقة تسمى الجلجسة أو الجلجلة عبارة عن جمجمة وهناك بتشوف موضع الصليب وين وضعوا الصليب في تلك البقعة ولكن الشيء اللي مذهل إنه بحال ما تفوت على اليمين في هيك صورة جميلة جدا للمطوبة مريم وفي سيف داخل في نفسها ودموع عم تنزل من عينيها بصراحة الفنان كان في روعة الفن والجمال لأنه من أي ناحية بتنظر إلها بتشوف هذا السيف وبتشوف دموع العضرة وبذكرنا في نبوة سمعان الشيخ فإذا من البداية معروف إنه يسوع المسيح تجسد وهذا هو سر التجسد سر محبة الله العجيب سر الفداء وهذا السر أحبائي إنه المسيح لابد أن يموت على الصليب وأعلن بطرق مختلفة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة